سفير أولنج سفير الدنماركي كمان عبر تويتر قال يا لها من دراما يعني يا لها من دراما بالنسبة لفرقته بيقول شكرا مصر على التأهل الدرامي من ربع النهائي خالص الاحترام للمنتخب المصري ده كمان سفير دولة الدنمارك بيشيد بأداء رجالتنا وقدي ايه احرجوا بطل العالم في فترات كتيرة جدا جدا من المبرأة كمان خلي بالنا كمان زي ما تكلمنا ان الاجواء بتاعت او ان احنا بنشعر بالفقر ليلي لان الاجواء ما بعد المباراة وزي ما تكلمنا كل وسائل اعلام العالمية اتكلمت على منتخبنا في موقع طبعا فرانس تي في ده ده تقرير عمل تقرير ضخم جدا جدا عن الملحمة ما بين مصر والدنمارك وصف تأهل بطل العالم على حساب اصحاب الارض على حساب منتخبنا الوطني تحت عنوان والعنوان ده كان كبير جدا مرور مرتجف مرور مرتجف اي ده وصف بها بطل العالم بانه عدى بصعوبة بالغة وكان مرور صعب جدا جدا من خلال المصريين خلينا نتكلم كمان المانيا اللي كتبت كده اه 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 وده صاحبة شبورت بيلد شبورت بيلد ده من اكبر الصحف العالمية ومن اكبر الصحف في المانيا قالت ان مسيرة منتخب الدنمارك لنص النهائي على حساب مصر ده يعني كانت يعني بارتجاف وبصعوبة شديدة جدا 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 اه طبعا كمان على المستوى على المستوى زي ما بقول لحضراتكم الفخر بهذا المنتخب في الموقع الرسمي للتريفزيون يورو سبورت اه اخص بهذه المباراة عنوان قال فيه دراما مصر والدنمارك وصفته شبكة السي ان ان المباراة تاريخية ما بين مصر والدنمارك صحيفة مندو دي بورتيبو الاسبانية قالت ان منتخب الدنمارك هيواصل مشواره بعد هزيمة مؤلمة وغريبة لمنتخب مصر يعني خلينا نقول تاني شكرا لابطلنا شكرا على هذا القتال والاسرار ورفع اسم مصر علي شكرا لما قدمتوه ومنتظرين باذن الله من هذا الجيل ان ان شاء الله يحقق كاس عالم ويحقق مديليا أولمبية باذن الله في توكيو يا رب ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا وبنشكر تاني وبنشكر تاني وتالت ورابع منظومة كورت اليد في مصر اتحاد المصري لكورت اليد في مصر بنشكر شكرا جزيلا بنشكر اللعيبة ومنتظرين باذن الله يعني نتائج عالمية